السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. برحب كل الموجودين معنا. والجداد والقدام وكلهم كلهم كلهم. هالنهاردة هنعمل مع بعض بوك مارك فاصل كتاب. طبعا هو سهل جدا. عبارة عن تكرار للوحدة دي. الوحدة دي بس احنا بنكررها مرتين او ثلاثة حسب الكتاب اللي انتي بتعمليه الفاصل بتاعه. يلا بينا نبدأ مع بعض نعمل الفاصل ده. احنا عملنا قبل كده اتنين من النوعين من الفاصل موجودين هنزلهم لكم في صندوق الوصف او هتلقيهم في قيمة التشغيل. يلا بينا نبدأ مع بعض ونعمل الفاصل الجميل ده. يلا بينا نبدأ. بتنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد التعليقات واللايكات والتابعوني مني. هبتجي اعمل قطعة من الخيط كده. وبعد كده هبتجي اعمل دايرة سحرية. عايز تعملي مجموعة سلاسل وتشتغل الشغل ده برضو. واحد اتنين تلاتة واعتبرهم اول عمود. هالف كده الشغل. وهدخل في الدايرة تاني واعمل تاني عمود. هالف. وادخل اعمل تالت عمود. هعمل سلسلتين. والف وادخل في الدايرة تاني اعمل تلاتة عمود بنفس الطريقة. واحد اتنين تلاتة. كده اعمل تأول مجموعة. هشد الخيط بقى هسيب الخيط ده هنا بعد ان نشوف هنعمل بايه. هرتفع سلسلة هالف الشغل. هدخل في اول غرزة اعمل غرزة منزلقة. والغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة. والغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة. وهدخل في الفراغ اعمل اول منزلقة. تمام? هرتفع تلات سلاسل. هعتبرهم اول عمود. هلف وادخل في الفراغ تاني اعمل تاني عمود. هلف وادخل تالت مرة تالت عمود. هرتفع سلسلتين وهلف وادخل جوه الفراغ تاني واعمل تلاتة عمود بنفس الطريقة. واحد اتنين تلاتة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل برضو. هدخل اعمل اول منزلقة. تاني منزلقة. تالت منزلقة. خدوا بالكم من الشغل ده عشان احنا هنكرروا بعد كده كزا مرة بالطول البوك مارك اللي احنا عايزينه. هرتفع تلات سلاسل وبعد كده هدخل اعمل تلات عمودين تانية. يبقوا معي تلات عواميد. سلسلتين. تلات عواميد. واحد اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع سلسلة. هلف الشغل. هدخل بقى في الفراغ اللي بين العواميد دي. في فراغة هو اتنين. والوسطاني ده تلاتة والرابع اللي هنا والخامس. عندي خمس فراغات. هدخل في اول فراغ. اعمل بس اول حاجة غرزة منزلقة. عشان ادخل للفراغ. وبعد كده هرتفع خمس آآ اربعة غرى اربعة سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. هلف وادخل في الفراغ اللي بعده. واعمل عمود. احنا هنا عملنا اربع سلاسل اللي هم تارتفع تلات سلاسل وسلسلة واجه عمود. هعمل سلسلة. هدخل في الفراغ اللي بعده اللي هو في النص. واعمل عمود. هرتفع سلسلة والف وادخل في الفراغ اللي بعده. اعمل عمود. سلسلة واخر فراغ هعمل عمود. احنا كده بدأنا نشتغل في الشكل بتاع البوك مارك. بقى عندي خمس عواميد. خمس عواميد باربع فراغات. دلوقتي هشتغل على الفراغات دي. هرتفع سلسلة والف الشكل. ادخل على اول فراغ اعمل اول غرزة منزلقة كده. بعد كده هرتفع اربع سلاسل. اتنين تلاتة اربع. الاربع ديت ارتفاع عمود بلفتين. هلف لفتين. وادخل في الفراغ. اعمل عمود بلفتين. هاخد دايرتين. هاخد حلقتين. وهاخد حلقتين. ومش هكمل العمود. هلف لفتين. وادخل تاني في الفراغ. واعمل عمود تاني بلفتين. بس مش هكمله برضو. هلف لفتين. وادخل اعمل عمود رابع. برضو مش هكمله. بقى معي اربع حلقات على الابرة. هلف لفتين. وادخل اعمل خامس عمود بلفتين. السمك بتاع الغرزة ديت بيرجع لك انت ممكن تعملي اربع غرز او خمس غرز او تلات غرز حسب الخيط اللي انت شغالة به. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة. كده انا عملت غرزة اللي هي الكلاستر او غرزة البف زي ما انتو تحبوا تقولوها. هعمل سلسلة. وهدخل في الفراغ برضو. هلف لفتين. ادخل في الفراغ اللي بعده. واعمل مجموعة برضو من العمود اللي بلفتين. خمس عواميد برضو بنفس الطريقة. واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص وهسحب الخيط كل مرة واحدة واعمل سلسلة. هكرر اللي عملتو دوا في المجموعتين دول. كده بقى عندي اربع مجموعات اجي مجموعة اتنين تلاتة بتلات فراغات اجي فراغ اتنين تلاتة. هرتفع بقى سلسلة كده والف الشغل. وهدخل على الفراغ الاولاني اللي بين الغرزتين دول اهو. هعمل غرزة منزلقة. وهرتفع باربع سلاسل وهكرر نفس الغرزة. هلف لفتين. ادخل في الفراغ. ادي تاني عمود بلفتين مش كامل. هلف لفتين. تالت عمود مش كامل. لان احنا عندنا الاربع سلاسل دول اعتبرناهم عمود. ادي رابع عمود. لفتين مش كامل. ادي خامس عمود بلفتين مش كامل. هسحبهم من كل وعمل سلسلة. وهكرر في الفراغ دمره وفي الفراغ دمر. هكملهم وارجع لكم. كملت السطرة. هو كده بقى معي تلات مجموعات وفراغين. هرتفع سلسلة والف الشغل. وفي الفراغين هنفذ نفس الغرزة. منزلقة. اتنين تلاتة اربعة. هعمل نفس المجموعة. هعمل بقى مجموعتين المرة دي. تمام? اتنين. تلاتة. اربعة. اجي خمسة. هسحب الكل سلسلة وهدخل في المجموعة. التانية. واحد. اتنين. انا مفصلتش الفيديو عشان احنا هننتقل للمرحلة التانية دلوقتي. عشان ما تطلق بطوش. تلاتة. اربعة. اجي خمسة. كده بقى عندي مجموعتين وفراغ واحد. ادي كده الشكل بتاع البوك مارك بتاعنا. تمام? انا كده عندي اتنين وفراغ واحد. الفراغ الواحد ده هبتدي اقرر عليه التلات مجموعات دول عشان نعمل الشكل ده هنكرر لغاية الطول اللي احنا عايزينه. هنعمل ازاي هكرر معاكم المرة دي عشان انتو بعد كده العدد زي ما انتو عايزين. بعمل سلسلة وبلف الشغل. وبدخل في الفراغ اعمل منزلقة. هرتفع بعد كده تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. هلف وادخل في الفراغ اعمل تاني عمود. تلات سلاسل دول اول عمود. وبعدين هدخل اعمل تالت عمود. هعمل سلسلتين. هلف وادخل تلات اعمل تلاتة. عمود اجي واحد اتنين تلاتة. هعمل سلسلة وادخل في الشغل. هدخل على اول سلسلة اعمل منزلقة. نفس اللي عملته في بداية الشغلة هبتجي اعيده تاني اهو. اتنين اجي تلاتة هدخل في الفراغ. ارتفع واحد اتنين تلاتة. سريح. انا رجعت اكرر تاني اللي عملته في الاول. هنعمل نفس المجموعات بنفس الخطوات. هطلع بس معاكل اتنين دول. وبعدين اول ما وصل لمرحلة معينة كده هكمل انا لوحدي عشان ما طولش عليكم الفيديو. تمام? اجي سلسلتين. وهعمل المجموعة. التالتة. اتنين. تلاتة. هلف. وارجع انا عمل هنا واحد نين تلاتة. طبعا انت عملة تلاتة عملة اربعة حسب ما بتعملي هنا بتقرري فوق هنا تاني. تمام? اهو اول غرزة بعمل منزلقة. تاني غرزة بعمل منزلقة. تالت غرزة منزلقة. وفي الفراغ بدخل اعمل منزلقة وارتفع ثلاث سلاسل. وهعمل عمود تاني. وادي العمود الثالث. سلسلتين. هدخل في الفراغ. اعمل تلاتة عمود. هبتدي بقى اي اكرر اللي انا عملته هنا. اللي هم الخمسة عمود وبعدين الاربع غرز الكلاستر وبعدين تلاتة بعد اتنين وبعدين اكرر. هفتل امشي بنفس الطريقة دي لغاية اتو. يعني هلف كده. اول غرزة هنا هوا. اهو بعمل لها منزلقة. وهرتفع نين تلاتة اربعة. وهلف الشغل. وهدخل في الفراغ اللي بعده. وهعمل ادي تاني عمود. سلسلة. في الفراغ اللي بعده. عمود سلسلة. الفراغ الاخير عمود. سلسلة. هلف الشغل. وهدخل في اول فراغ. غرزة منزلقة. وابتدي اعمل اربعة عمود. والغرزة بتاعتنا هي هي. اللي هي مش كاملة. الكلاستر. اعملها معاكم مرة تانية. او برضو. تلاتة. اي جي اربعة. اي جي خمس. وهسحب سلسلة. وهكرر اللي عملته هنا تاني لغاية الطول اللي انا عايزة. هنكمل الطور. بنرجع نشوف هنكمل بقى الاطراف ازاي. كده خلصت. كدرتها مرتين. كده البوك مارك بتاعنا خلص. هاجي بس في اخر غرزة. انا بعملت اللي هما التلاتة اللي احنا زي بدينا بيهم. هاجي في اخر واحدة. هلف كده عملت تلات سلاسل وهلف اخد. اعمل عمود مش كامل. وبعدين تلاتة عمود مش كامل. اربعة عمود مش كامل. وهسحبهم كلهم مع بعض. وعمل سلسلة. هسيب خيط طويل شوية كده. هقول لكم لي دلوقتي. احنا ممكن نعمل شرشيب. الخيط دول لازم تحرقيه عشان ما ينسلش معاكي. شايفين النوع دول بينسل. تمام اهو بيعمل كده. تمام فانا مش هحرقه لان انا عايزة معان الاستعمال او انا هعمله دلوقتي هخليه شرشوبة بالشكل ده. تمام? هسيب دي كده. هي دي بس اللي هحرقها عشان. آآ. تمام? كده عشان ما تترسبش. وتبوز الشغل بتاعي. خلاص? هسيب دلوقتي هنبقى نعمل الشرشوبة. انا دخلت خرزة من الناحية التانية. فاكرين اللي هي عودة البداية اللي انا عملتها بتاعت الدايرة دخلت فيها خرزة من هنا. وهدخل خرزة من الناحية التانية. بس هدخلها بابرة التنظيف. الكازين بتاع البوك مار كده بيرجع لك. انت ممكن تعملي واحدة كده ممكن تدخلي خرزة كده تاني من دي. بس طبعا مش دخل معي. هدخل كده اتنين. تمام? وبعدين هدخل آآ خرزة تاني رفيع يعني ها هعمل شوية خرز كده من هنا يبقى شكلهم حلو. خلاص والناحية التانية هقول لك هنعمل ازاي الشرشيب. هنيجي كده ونقص مجموعة آآ شرشيب. يعني حوالي خمستاشر سنتي بالشكل ده. هقص كده. بنمسك الخيط ده بالراحة عشان الخيط دون بينسل زي ما قلت لكم. انا عايزة ينسل في الاخر عشان يعملي شرشوبة شكلها حلو. مش هعمل عدد من خيط كتير. عشان ما تبقاشر شرشوبة ضخمة. هي كده كده هتنفش لما الخيط يتنسل. اهو. هيتساوي كل ده مع بعضه. وبعد كده. شوفي السمكة اللي انت عايزة وعمليه. اهو. تمام? هجيب الخيط كده هقسمها بالنصف بالشكل ده كده. في يوم طويل وفي يوم قصير احنا هن آآ خليه هنيجي. في النصف كده الشغل اللي انا عاملها اهو. تمام? هجيبها كده في النصف. خلاص وهبتدي اخد الخيطة دي. اهي. هجيب ابرة الكروشية وهاجيب من الغرزة الكلاستر الاخيرة دي وهدخل كده. تمام? وهسحب الخيط بالشكل ده. تمام? اهو. كياني هعمل غرزة. تثبيت. اهو كده عملت غرزة. هسحبها كده وعمل غرزة تثبيت. انا عشان حرقاها. تمام كده اخو. هبتدي اشتغل بقى كزا غرزة فوق بعض. عشان. همسك الخيط بالشكل ده. وبتجي الف الخيطة كده. واسحبها من تحت تاني. كزا مرة يعني عشان اثبت بيها الشغل. تمام? اهي. راح اتمنيها في وسط الخيوط. اهو. اصحبها كده مرة واعمل غرزة. واسحبها تاني وهكزا لغاية ما ووصل للاخر. شايفين اهو? كمام? اهو كده. بسرعة. هي لسه مش مسكة نفسها. هجيب حتة خيط تانية. وهجيبها من تحت كده. عشان برضو الخيط معانا ما ينسلش. شايفين اهو? هعمل كده بالراحة وهه عقدها. عايزين برضو تستغنوا عن الشرشيب دي وتعملوا خرز او تعملوا اي شكل تاني. برضو دايرجع لزوك انتي وطريقتك انتي في الشغل. اهو. هقصها دي خالص. اهو كده. تمام? الخيط بقى انتي شايفين انا عايز اعمله كده. اهو. خليه تنسل بالشكل ده. شايفين? هيبقى شكله جميل خالص في الاخر. تمام? اهو. هنسلوا كله المهم بنفس الطريقة وكده هيبقى خلصنا البوك مارك بتاعنا. على قد الكتاب او المصحف زي ما تحبي. يا رب يكون الشغل عجبكم والطريقة عجبتكم. آآ يتمنى شوف تعليقاتكم وبتشاركوني منين. وعايزين بنعمل ايه في الفترة اللي جاية? كانت معاكم ردا احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. وبوك مارك جديد. عملنا كده نوق شكلين من البوك مارك. والشكل الثالث اللي كان في كفر المصحف. والنهاردة هنعمل الشكل البسيط دون شكل جميل يا دوبك الوحدة ديت بنكررها مرتين. بسيطة وسهلة والتزوئ دون بيرجعلك انتي سواء انشرة شيب كده او بتحطي خارز لولي زي ما انتي تحبي. يلا بينا نبدأ مع بعض ونعمل بوك مارك الجميل له. مستني تعليقاتكم واشتراكاتكم وبتابعوني مني. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمله ازاي.